there are dangers beyond our village what a wonderful day السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من اليو اس بوكسوفس وفي حلقة النهاردة هستعرض لكم ترتيب أفضل عشر أفلام حققت إرادات في السينمات الأمريكية والعالمية وبالتحديد في تاني أسبوع من شهر مايو لسنة 2024 وهوضح لكم كمان تقييم متصنيف وملخص بسيط لقصة كل فيلم فمن غير مطول عليكم يلا بينا نبدأ وهنبدأ قيمتنا بالمركز العاشر بفيلم الرعب أبي جيل واللي تراجع من المركز التاسع للمركز العاشر في رابع أسبوع عرض ليه الفيلم جاي بتصنيف رعب وإثارة وبتدور أحداث الفيلم حوالين مجموعة من المجرمين بيختفوا بنت صغيرة عندها 12 سنة والبنت دي بتكون بنت راقصة بالي مشهورة وقريبة شخصية مهمة في عالم الجريمة المهم المجرمين دول بياخدوا البنت لقصر منعزل برا المدينة وبيطلبوا فدية 50 مليون دولار لكن بيكتشفوا أن البنت دي مش بنت طبيعية وأنها من مصصين الدماء وعندها قدرات خارقة للطبيعة واللي بتبدأ تخلص عليهم واحد ورد تاني الفيلم حصل على تقييم 6.8 على موقع IMDB بإجمال تصويت 27 ألف صور وحصل على 88% من تقييم الجمهور وعلى 84% من تقييم النقاط ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم لـ 28 مليون دولار والفيلم حقق الإسبوع ده إرادات 1.140.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات عالميا فأربع أسابيع عرض 37.652.000 دولار أما المركز التاسع فجي في فيلم الأكشن Star Wars The Phantom Menace واللي تراجع من المركز التاني للمركز التاسع في تاني أسبوع عرض لي الفيلم جاي بتصنيف أكشن ومغامرة وفانتازيا والفيلم قاعد إصداره في صلاة السينما احتفالا بمرور 25 سنة على إصداره أول مرة سنة 1999 والفيلم حصل على تقييم 6.5 من 10 على موقع IMDB بإجمال تصويت 858 ألف صور وحصل على 59% من تقييم الجمهور وعلى 52% من تقييم النقاط ووصلت ميزانية إنتاج الفيلم لـ 115 مليون دولار والفيلم حقق الإسبوع ده إرادات 1.436.000 دولار وبكده يكون حقق إجمالي إرادات في أسبوعين عرض 18.577.000 دولار أما المركز التامن فجي فيلم الأكشن Civil War واللي تراجع من المركز السادس للمركز التامن في خامس أسبوع عرض لي الفيلم جاي بتصنيف أكشن وإثارة وبالدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب بحيث بيسافر فريق من الصحفيين عبر الولايات المتحدة الأمريكية مع فرقة من القوات الخاصة في محاولة الوصول للعاصمة واشنطن ودخول البيت الأبيض وده بيكون في أثناء قيام حرب أهلية مميتة واللي بتستدعي تدخل الجيش وانتشاره في الشوارع لصد والقضاء على الحرب الأهلية الفيلم حصل على تقييم 7.5 من 10 على موقع IMDB بإجمال تصويت 64 ألف صور وحصل على 72% من تقييم الجمهور وعلى 81% من تقييم النقاط وصلت ميزانية إنتاج الفيلم لـ 50 مليون دولار والفيلم حقق للإزبادة إرادات 1.804.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات عالمياً في 5 أسابيع عرض 108.078.000 دولار أما المركز السابع فجي في فيلم الأنيميشن كونجو فو باندا 4 واللي صعد من المركز الثامن للمركز السابع في 10 أسبوع عرضلي الفيلم جاي بتصنيف أنيميشن وأكشن ومغامرة وبنستكمل في الجزء ده أحداث الجزء الثالث واللي بنشوف فيه مغامرة الباندا بو وسعيه علشان يلاقي محارب تنين جديد وتدريبه بعد تعيينه قائداً روحياً لواد السلام وفي نفس الوقت بيواجه مخاطط من الساحرة الشريرة واللي بتسعى لإعادة استدعاء جميع الأشرار اللي هزمهم الباندا بو الفيلم حصل على تقييم 6.318 على موقع IMDB بإجمال تصويت 37 ألف صوت وحصل على 86% من تقييم الجمهور وعلى 72% من تقييم النقاط وصرت ميزانية إنتاج الفيلم لـ 85 مليون دولار والفيلم حقق الإزبوضة إرادات 1.829.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات عالمياً في 9 أسابيع عرض 529.300.000 دولار وفي المركز السادس جي فيلم الدراما أنسونج هيو واللي صعد من المركز السابع للمركز السادس في 3 أسبوع عرضلي وبالدور أحداث الفيلم حوالين عائلة مكونة من 9 أفراد بس العيلة دي بتضطر أنها تهاجر للولايات المتحدة الأمريكية بحسن على المستقبل مشرك ليهم والأولادهم بعد إفلاس شركتهم الموسيقية وبتسعى الأم هيلينا لرعاية عائلتها ومواجهة العديد من تحديات وصعوبات الحياة من خلال بس روح المغامرة والصمود في عائلتها الفيلم حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDB بإجمالة صويت 1600 صوت وحصل على 99% من تقييم الجمهور وعلى 64% من تقييم النقاط وصل ميزانية إنتاج الفيلم لـ 6 مليون دولار والفيلم حقق الأسبوع ده إرادات 2.549.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات في 3 أسابيع عرض 17.284.000 دولار أما المركز الخامس فجي فيلم الأكشن جودزيلا ديد كونج The New Empire واللي جيب تصنيف أكشن ومغامرة وخيال علمي والفيلم بيعتبر الجزء الثاني لفيلم جودزيلا ديد كونج اللي صدر سنة 2021 وبنشوف في الجزء ده تحالف كونج وجودزيلا علشان يواجهه تهديد وخطر كبير مستخبي في جزيرة الجنجمة الفيلم حصل على تقييم 6.410 على موقع IMDB بإجمال تصويت 48.000 صوت وحصل على 91% من تقييم الجمهور وعلى 54% من تقييم النقاط وصلت ميزانية إنتاج الفيلم لمية واربعين مليون دولار والفيلم حقق الأسبوع ده إرادات 2.612.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات عالميا في سبع أسابيع عرض 558.697.000 دولار وفي المركز الرابع جه فيلم الرعب تاروت والفيلم يتكلم عن مجموعة من الصحاب اللي بينتهى كل قاعدة المقدسة لقراءات التاروت واللي بتتسبب بانطلاق كوى الشر اللي كان محبوس جوه بطاقة التاروت الملعونة وبينتهي بهم الأمر في سباق ضد الموت الفيلم حصل على تقييم 5 من 10 على موقع IMDB بإجمال تصويت 3000 صوت وحصل على 56% من تقييم الجمهور وعلى 21% من تقييم النقاط وصلت ميزانية انتاج الفيلم لـ 8 مليون دولار والفيلم حقق الأسبوع ده إرادات 3.400.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات عالميا في أسبوعين عرض 20.528.000 دولار أما المركز الثالث فجي في فيلم الدراما واللي جاي بتصنيف دراما رومانسي ورياضة وبتدور أحداث الفيلم حوالين تاشي لعابة التنس اللي بتعتزل الرياضة بعد تعرضها لإصادة لكن بتبقى مدربة للتنس وبتكون المسؤولة عن تدريب زوجها وبتساعده في الاستعداد لمباراة مهمة بيكون الخصم فيها حبيب تاشي السابق وصديق زوجها المقرب في فترة من حياته الفيلم حصل على تقييم 7.7 على موقع IMDB بإجمال تصويت 32.000 صور وحصل على 76% من تقييم الجمهور وعلى 89% من تقييم النقاط وصلت مزانية انتاج الفيلم لـ 55.000.000 دولار والفيلم حقق للأسبوع ده إرادات 4.376.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات عالميا في 3 أسابيع عرض 69.224.000 دولار أما المركز الثاني فجي فيلم الأكشن The Fool Guy واللي تراجع من المركز الأول للمركز الثاني في تاني أسبوع عرض ليه الفيلم جاي بتصنيف أكشن كوميدي ودراما والفيلم مستوح قصته من مسلسل صدر في التمانينات باسم Fool Guy واللي بتدور أحداثه حوالين دوبلير مشاهد خطيرة بعد اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية رزروف صحية بيقرر العودة مرة تانية لعالم الفن علشان ينقص فيلم ضخم بميزانية كبيرة بتخرجه حبيبته السابقة من بعد اختفاء بطل الفيلم الفيلم حصل على تقييم 37.18 على موقع IMDB بإجمال تصويت 38.000 صور وحصل على 87% من تقييم الجمهور وعلى 82% من تقييم النقاط وصلت ميزانية انتاج الفيلم ل130 مليون دولار والفيلم حقق الأسبوع ده إرادات 13.699.000 دولار وبكده يكون حقق إجمال إرادات عالميا في أسبوعين عرض 104.763.000 دولار أمان مركز الأول والمتصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع ده فيلم الأكشن الجديد Kingdom of the Planet of the Ebs واللي جيب تصنيف أكشن ومغامرة وخيال علمي وبالدور أحداث الفيلم بعد 300 سنة تقريبا من حكم السيزر وتسليم شعبه لأرضهم الموعودة بيظهر إرد صغير واللي هيكون الشخصية الرئيسية باسم النوة واللي هيشكك في كل اللي تعلمه واللي عرفه عن ماضي علم الأرود وهياخد العديد من القرارات اللي هتغير مستقبل الأرود والبشر الفيلم حصل على تقييم 7.3 من 10 على موقع IMDB بإجمال تصويت 21.000 صوت وحصل على 79% من تقييم الجمهور وعلى 80% من تقييم النقاط وصرة ميزانية انتاج الفيلم 160 مليون دولار والفيلم حقق الأسبوع ده إرادات 58.400.000 دولار وبكده يكون حقق إجمالي إرادات عالميا فأول أسبوع عرض لي 135.533.000 دولار وبكده خرصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الأمريكي فبتمنى تكون الحلقة عجبتكم ومستنى دعمكم ليا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد